ألف وسبعمائة وعشرون عسكريا أمريكيا موجودا على الأراضي السورية رقم أعلنته صراحة وزارة دفاع الأمريكية البنتاجون عن عدد قواتها الموجودة في سوريا بعد أن تحدثت سابقا ولفترة طويلة عن وجود خمسمائة وأربعة جنود فقط ما الدافع وراء هذا الإعلان ولماذا الآن وهل هذا هو الرقم الحقيقي للوجود العسكري الأمريكي في سوريا أم أن العدد أكبر من ذلك وسائل أعلام روسية أفادت قبل فترة وجيزة بوجود أربعة ألاف عسكري أمريكي في سوريا مستندة في ذلك على تصريحات لمسؤولين أكراد وكذلك على ما تحدث به الجنرال الأمريكي جيمس جيرارد أثناء مؤتمر صحفي مغلق من أن العدد الفعلي للجنود الأمريكيين في سوريا يبلغ نحو أربعة ألاف عسكري الأمر الذي استدركه مباشرة المتحدث باسم البنتاجون بالقول إنما قاله جيرارد عبارة عن زلة لسان وأن الرقم الحقيقي هو خمسمائة وأربعة عسكريين ثم تمنير أن إعلان واشنطن لأعداد جنودها في سوريا يعتبر رسالة إلى روسيا ومن خلفها إيران حليفي الأسد على أن واشنطن حاضرة عسكريا على الساحة السورية حتى وإن غابت سياسيا في العديد من المحافل والمؤتمرات السياسية المتعلقة بسوريا كما أن هذا الإعلان تزامن مع ما صدر عن البيت الأبيض من أن واشنطن تدرس وقف تسليح مجموعات معينة في سوريا في ضوء التقدم الحاصل ضد تنظيم داعش في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية وذراعها الأبرز الوحدات الكردية الأمر الذي فهم على أنه مخاض التفاهمات التي جرت بين ترامب وأردوغان خلال اتصال هاتفي بينهما المعلومات المتضاربة الصادرة عن البنتاجون حول عدد قواتها في سوريا وما قابله من تقليص للدعم الأمريكي لبعض الجهات هناك قابله إعلان لوزارة الدفاع الصينية عن نيتها إرسال وحدتين معروفتين باسم نمور سيبيريا ونمور الليل من قوات العمليات الخاصة الصينية إلى سوريا لمحاربة ما أسمته حركة تركستان الشرقية الإسلامية وذلك بالتنسيق مع نظام الأسد الذي دعا وجود هذه الحركة في ريف دمشق بحسب ما نقلت وسائل أعلام روسية وكالة سبوتنيك الروسية كشفت عن وجود خمسة ألاف عسكري صيني في سوريا منذ العام 2015 علما أن الدعم الصيني للنظام ليس بجديد رغم عدم مجاهرة بكين به ليبقى الثابت الوحيد أن كافة الأطراف اللاعب على الساحة السورية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية في حال تحركت يوما فلن يكون من أجل السوريين بل من أجل حساباتهم ومصالحهم الخاصة لا من أجل سوريا ولا من أجل السوريين